طبعا الصورة التي أمامكم الآن العميد خليل الحلو أشار إلى أنها قنابل يعني زنات ثقيلة دي لحظة الاستهداف أكثر من غارة أكثر من غارة الغارة الأخرى في العمق الآخر يعني في نفس التوقيت نحن أمام هدفين واحدة في العمق وواحدة قريبة بهذه الطريقة أتمنى العميد خليل حلو كني يشوف الصور أمامه لأنه يعني فيه أسئلة كثيرة في إطار التفسير طبعا قنابل ثقيلة كما فسر بأنها تضرب بطائرات F-16 وليست مسيرات تحمل قدر قليل من المتفجرات أكثر يعني مكانين الذين يظهر أمامنا الآن نحن أمام مكانين هدفين تم ضربهما بغارتين إسرائيليتين بهذه الطريقة ربما هذه الغارة العميد خليل حلو التي كنت تتحدث عنها بأنها حصل ضرب ثم تفجير لاحق على الضربة وهذا ما قد يفسر بأنه مخزن أسلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر